الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك اللوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصلاة المستقيم شروق الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضارين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له موجا قي يهل منذر بأسا شديدا للذين هو البشر واليؤمنون الذين يعملون الصالحات أن له أجوا حسنا ما الكثير فيه أبدا ولم ينذر الذين قالوا اتخذ الله ذو ولدا ما لهم به معين ولا لآبائهم كذرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخر نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض نتلها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جوزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيل كانوا من آياتنا عجبا إذ أول ستية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لذينك رحمة وهيئ لنا من أمرنا عشدا فضربنا على آذارهم في الكهف سنين عجبا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماعات والأرض لن ندعو من جونه إلها لقد كلنا إذا شططا هؤلاء قوى اتخذوا من دونه آلهة لو لا يأتون عليهم بسلطة عن دين فمن أغلم ممن اشترى على الله كذبا وإذا اعتذلتموهم وما يعبدون إلا الله فسألوا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وتوى الشمس إذا طلعت تذاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا ضربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهفد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاضا وهم ركود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط براعه بالوصيد لو اطلعت عليهم لعليت منهم فرارا ولملئت منهم رغبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كن لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى الذين فلينظر أيها أذكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا علنكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولا تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن عاد الله حقا وأن الساعة لا عيب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا والظهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خنسة سابسهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا من رؤوا ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعلوا ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا لسيت وقل عسى أن يهدي لربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وزدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أرصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا وكل ما إحرى إليك من كتاب ربك لا نبدل لكلماته ولا تجد من دونه من التحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد دينة الحياة الدنيا ولا تتعمل أوفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرقا وقل الحق من ربكم فما شاء فلئ وما شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا وعثوا بماء كالمذل يشودوا بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيغ أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عد تجري من تحتهم والأنهار يحلون فيها من أساور يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضعا من سنبس وإستبرق مستكئين فيها على الأرائت لهم الثواب وحسنة مرتفقا واضرب لهم مثلا وضلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتتك لها ولن تظر منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوله أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه كعل ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن يجدت إلى ربي لأجدا خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكثرت بالذي خلقك من تراب خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك ربلا لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قفة إلا بالله إن ترى أنا أقلا كمالا وولدا فعسى ربي أن يؤتي خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا إن يصبح ماءها غورا فلا تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يطلب كفيه على ما أنفق فيها وهي قاوية على غروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة يعنصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خيرا ترابا وخير عقبا يضرب لهم مثل لحياة الدنيا كما إذ أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشينا تذريه رياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير العند ربك ثوابا وخير الأملا ويوما سيئ الجبال وتوى الأرض بارزة وحشرناهم فلن نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعنتم أن لن نجعل لكم موعدا ويبع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عنه حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ كنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن فتسق عن أمر ربه أفتتخذونه ودريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق آفسهم وما كنتم اتخذ المدرمين عبدا ويوم يقول ما دون شركائي الذين ذعنتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلوا بينهم موذقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواكعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل نفل وكأن الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين والجادر الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي واتخذوا آياتي وما أنذروا هدوا ومن أظلم مما ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يدا إنا جعلنا على قلوبهم أكينة أن يفقهوه وفي هذا الموقع وإن تدعوا إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور بالرحمة لن يراخدهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئنا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أذروا مجمع البحرين أو أمزي حقبا فلما بلضع مجمع بينهما لسياحوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا وداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أولنا إلى الصخرة فإني نسيت الحيت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نذب فمتدى على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلم من ما علم ترشدا قال إنك الذي تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحق به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمعا قال فإن اتبعتني فلا تستمع عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إلا قال أنا قطل إنك لا تستطيع معي صبرا قال لا تآخذي بما نسيت ولا ترهقني من الأمر عسرا فانطلقا حتى إذا لك يا غلاما فقتله قال أقتلت نسا زكيتا بغير نسل قد جئت شيئا ذكرا قال ألم أقول لك إنك لا تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلوت من لديني عذرا فانطلقا حتى إذا أتى يا أهل قرية استطعنا أهلها فأذى أن ضيفوا لما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراء بيني وبينك سأنبئك بتأوين ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت المساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأن الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يذقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأن الجدار فكان لغلاما يتنين في المدينة وكان تحته كان ذل لهما وكان أبوهما صالحا فأرد ربك أن يذوق أشدهما ويستقرجا كاذهما رحمة من ربك وما فعلته على الأمر ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرمين قل سأكلوا عليكم منه ذكرا إنا مكننا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ نغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قلما قلنا هذا القرمين إلا أن تعذب وإلا أن تتخذ فيه الحسنى قال أما بلغ لنفسه فنعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا لنكرى وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء للحسنى وسنقول له من أمر لا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ نطلع الشمس وجدها تطلغ على قوم لم ندع لهم من دونها سكرا كذلك وقد أحطنا بما لديه كبعا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السببين وجد من دونهنا قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذي القرمين إن نأجوج ونأجوج مفسدين في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينه سدا قال ما مكنني في ربي خير فأعينيني بقوة أجعل بينكم وبينهم رجما آتوني زبر الحديد حتى إذا سوا بين الصدفين قال أفرغوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه كطر فما استغروا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموذ في بعض ونفخ بالصور فجمعناه الجمعا وعرضنا جهلنا يومئذ للكافين عرضا الذين كانت أعينهم في رطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل أن ينبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أن لهم يحسنون صلعا أولئك الذين كفروا بغاية ربهم ولقائهم فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاء من جهل ذنبها كفروا واتخذوا آياتي ورسل هدوا إن الذين آمنوا وأمروا الصالحات كانت لهم جنات وفردوس هدوا خالدين فيما لا يبغون عن ما حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنبشرت لكم موحى إلي أنزماء واحد فمن كان يرد لكم عاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يفرك بعبادة ربه أحدا ترجمة نانسي قنقر